الجيل جيد في التنس الأرضي بإذن الله هنروح للسكواش يمكن ندين شهين نجمتنا في السكواش بتلعب بطولة كليفلند للسكواش في أمريكا وحظاه حلو ندين دايما دايما بتقع في الأدوار التمهيدية مع نور الشربيني بطنة العالة يعني ما تعرفش زي ما مصطفى عسل كده تلاقي يقع مع علي فرج أو يقع مع مع نجوم كبار كان نفس الكلام مع ندين شهين ولكن القرع في مرة دي جنبتها أنها تلعب في الأدوار التمهيدية تخش على طول على دور الستاشر وده حاجة كويسة أنها تحسنت في الرنك العالم ندين بتحتل تلوقتي الترتيب الخمستاشر وده كان طبيعي لوجيك أنها خمستاشر أو ستاشر لعيب بيتجنبوا اللعب في الأدوار التمهيدية وهدف الفترة الجاية أنها تخش أحسن عشر ويا رايحة ندين رايحة ندين لسه صغيرة شغالة بتتقدم ستيب باي ستيب رايحة للستاشر يا رب بتلحق تخش في العشاء الأوائل زي مصطفى عسى ومصطفى عسى الخامس دلوقتي وإن شاء الله مصطفى بعد بطولة كليفلند هيبقى جاهز للمشاركة في كل بطولات البي اس ايه نتمنى الندين والمصطفى عسى نجمينا الاتنين التوفيق يعني ما فيش يعني هو طبعا تجنبها المباراة قوية ده أكيد هديه أدفنتج جواس جدا أنه ممكن توصل دور التمانية لو ندين وصلت دور التمانية النشرة الشهرية بتاعت البي اس ايه هنتبعها ان شاء الله البطولة تتلايب من 27 ل31 يناير يعني لسه تتلايب هنعرف هيحصل ليه وهيعرف إلا هيتم معا ان شاء الله ونتابع لكم نتائجة طيب كده كده أخبار يعني خلصنا مع حضركم أخبار النادي الأهل نروح للأخبار المحلية ممكن بدايتنا في الأخبار المحلية مع منتخب الهوكي مليون مبروك لمنتخب الهوكي نجح يصعد إلى الدور النهائي لملاقات جنوب أفريقيا في المبرانة النهائية كان قبل النهائي مع كينيا وفوزنا 5-1 احنا متابعين الفريق ده يا جماعة من قبل البطولة ما تنطلق كل حلقة لنا خبر عن منتخب الهوكي وده حقهم علينا احنا والله لو نقدر حتى نزيع المطشات يبقى لنا تقريب مصورة عنهم هنعمل لأنه فريق محترم وفريق دايما بيوصل النهائي أفريقيا عندنا مطش مع جنوب أفريقيا مطش صعب مطش صعب ربنا يكرمه يفوزه ويعني يبقوا على قمة البطولة بطولة على فكرة بالمناسبة بتلاقي في غانا أقرأ عاصمة غانا زي ما حدوكم شايفين الخلفية والطبيعة طبعا الخلابة للدول الأفريقية المطلة طبعا طول السنة فطبعا غابات وأشجار حاجة جميلة جدا الحقيقة لا أحد من الناس كنت أحب جدا نسافر أفريقيا أستمت تحست بتفصل عن العالم هوى ناقي والدنيا جميلة جدا هناك طيب من المنتخب؟ المنتخب 18 لا فرحات عبد الرازي محمد السيسي إدريس محمد السيسي إدريس مصطفى منصور عمر إبراهيم محمد نصر عمر سيد أشرف سعيد أحمد عبد الحكيم محمد رجب محمود ممدوح عمر الهادي محمود سليم حمد عاطف مصطفى رجب أحمد محمد علي محمد عادل صابر زياد عادل وليد علي دول فريق الهوكي الحقيقة لابد والذي من احنا انتبعهم نقول له حضراتكم ان شاء الله المباراة هيحصل في أي الفاينال زي ما احنا متابعينهم منذ البداية ونحاول لما ارجعوا بالسلامة يا ربي بمتواجين بطولة أفريقيا هنحاول نجيبهم معنا في برنامج الأبطال إن شاء الله نقدم لهم كل التحية بإذن الله على المستوى الرائع اللي قدموا فيه بطولة أفريقيا هنروح للجودو طبعا الجودو عارفين حضراتكم بعد معينه طبعا رشوان نجمناك كبير محمد رشوان مستشار أو مسؤول عن المنتخبات الوطنية والموضوع عمل رواج كبير جدا وكان بناء على هذا الرواج إن طبعا رئيس الاتحاد الجودو تلقى دعوة من السفير الياباني عشان يدرسه مع بعضه سبل التعاون نشر اللعبة ده طبعا صور من بيت السفير الياباني وكان مع كابت المرزوق طبعا الرئيس الاتحاد في الزيرات دي البطل الأسطوري كابت المحمد رشوان زي ما قلت لحضراتكم معاصم رشاد نائب رئيس الاتحاد وطرق أز الدين عضو مجلس الإدارة ودار الكلام في اللقاء عن تحسين سبل التعاون وعمل معسكات متبادلة بين اتحادين المصطين والياباني وتنظيم بطولات دولية وعالمية وقال كابت المرزوق محمد إن الزيارة ديد من ضمن الخطط الاتحاد الجودو بيحاول يستجلها علشان نقدر ننشر اللعبة بشكل أكبر في محافظات مصر وإن الجانب الياباني عنده خبرات كبيرة وعنده خبرات كبيرة في الأمر ده وإن التعاون وقعدها في السفارة اليابانية مش في بيته أنا أسف في السفارة اليابانية وإن التعاون بين الطرفين هيصب في مصلحة اللعبة على جميع المستويات وقال إن الجانب الياباني متحمس جدا لبداية العمل في الشراكة دي وعاوزين يقدموا طفرة لمصر في اللعبة خلينا أقول لكم إنه إضافة أو تعيين النجم الأسطوري محمد رشوان أو البطل اللومبي محمد رشوان في هذا المكان قبله بقى اللي جاي شفتوا؟ مبدئين اليابان قالت لك أنا عايزة أتعاون لأنه طبعا هو لي يمكن شهرة كبيرة جدا في اليابان تعرفين طبعا اللي حصل في المباراة النهائية وإزاي هو رفض يكسب بطل اليابان بالرغم إنه بطل اليابان كان يصيب في المباراة عدة لكابتل محمد رشوان أفضلية كبيرة جدا وإمج حلو جدا لي وقبل ما يكون لي البلد لمصر فطبعا زيما شايفين السفير الياباني بيتدخل في الموضوع عايز يساعد اتحاد الجهود لأنه طبعا اليابان متقدمة جدا في هذه اللعبة كل ده بيصب في الآخر فين في مصلحة مصر عشان كده أنا بقول يعني يعني همسة في أذن كل الاتحادات الرضاية لما يبقى عندك كادر ما تعزلهش عندك كادر عندك حد يقدر يفيد مصر ما تعزلهش إوعى ولتقول ده انتخابات أو ده عشان ينزل ضدي مصر أسما من كل شيء إحنا عايزين اللي يبقى فيه عنده كادر في لعبة محترمة في أي حتة استعين بيه عشان مصلحة مصر إحنا كلنا كل المحبين الرياضة على أمل إن اسمه مصر يبقى دايماً فوق وكلنا بنشتغل كل اللي إحنا بنعمله ده عشان في الآخر العالم مصر سدقوني ده أكبر شرف لنا إن لعب أو حكم أو اتحاد يحط بلده في المقدم سدقوني يا جماعة ده شرف ما بعده شرف وده وأنا بعتبره ده زم كل واحد في مكانه بيقاتل عشان بلده لازم الاتحادات برضو فعندك كادر محمد رشوان الحقيقة إزاي ما تمش يستعانى بيه الفترة فات كابتل محمد رشوان ده أسطورة كبيرة ليه ما تقوليش انتخابات والكلام ده كله خلاص بلاش يعني مش عايزين الموضوع ده يخلينا نخش اتحاد السلاح النهاردة وعندنا خبر اللي جاي مع السلاح اتحاد السلاح النهاردة بيعمل كل إمكانياتها سواء بسكت سواء كورة سواء يد حاشة كل أسرتك كل واحد عنده حاجة بيقدر يعملها ويزق وبتاع الموضوع غير لهم قبل الاتحاد أو المسؤولين وقفين لواحدهم كابتل محمد رشوان ما زلش انتخابات استعانوا بيه الوضع هو والسافير اليابان اللي هو حاجة يعني يعني صعب جدا نحن نتكلم عن دوره الكبير وعن دور اليابان وتقدمها في حلقة ولكن هو اللي دع رئيس الاتحاد وقال له تعالى هل هنساعدك فهذا الحال في كل الاتحادات استعينوا بالكوادر المصرية بلاش اقصاء الكوادر عشان أهداف انتخابية ده المصلحة للبلد خلينا نروح للسلاح السلاح الحقيقة أنا حقيقة مش عارف أقول عنهم إيه ومش عارف يعني أهنيهم إزال السلاح خد دهبيتين آه أخدوا دهبيتين في كأس عالم الشباب المبارزة بالبحرية مدلتين دهب في كأس العالم ومصر بقت في التصنيف التاني العلامي في الشباب أنا مش مصدق اللي بسمعه وأنا بقول الخبر أنا حس إن بحلم بحسة منتخابنا الوطن الشباب السلاح السفر المبارزة حققت مدلتين دهب في بطولة كأس العالم واللي بتتلعب دلوقتي في البحرية شفنا على ساق لو شفنا على مستوى الفردي فنلاقي إن محمد ياسين حقق المدلية الزهبية بعد فاز على مين على بطل فرنسا أحد أبطرة اللعبة الفرنسا يعني من الدول المتقدمة جدا فاز بنتيجة 13-12 يعني المطش كان ماشي إكوال 13 المطش في الآخر أما الزهبية التانية فكانت من نصيب المنتخب كفريق بعد أن فاز على منتخب فرنسا برضو شفت في قوة فرنسا في الفردي والفرق وفاز بنتيجة 45-34 فرق كبير جدا وده يدل على تقدم سلاح المصري تقدم السلاح المصري ومنتخب بيشرف عليه ومنتخبنا بضم أربع لعبين احفظوهم كويس قوي يا جماعة أربع لعبين هم محمد ياسين محمد السيد محمد جابر محمود السيد أربع لعيبة إن شاء الله حد منهم أو على أقل واحد ممكن أكتر يجبوننا مديلية ببريس اتحاد السلاح من هنا الهنا الهنا هنفضل كل حلقة هنجيب أخبار السلاح لأنهم مشغلين رئيس الاتحاد محترم أنا بس عايز أتكلم على حاجة الرئيس الاتحاد الحسيني إنه قبل الانتخابات رفوا مني الكلمة دي واسمعوها قبل الانتخابات طلبناه عشان يكون معانا عشان الإنجاز اللي حصل في اللومبيات واللي حصل بعد اللومبيات رفض عارفين رفض ليه؟ رفض عشان ما يأثرش على جمال أمومية ويستغل نجاح المنتخب في انتخابات واللي هو قادم عليها كرئيس الاتحاد والله زي ما أقول لكم كده لما يبقى في حد بالفكر ده لازم النتاك تبقى كده لازم النتاك تبقى كده وعلى فكرة بيستعين بكل الكوادر في اللعبة مش مجنب حد ومش بيقسي أي حد لازم لما يكون حد بالفكر ده وأنه حاطط مصلحة البلد في المقام الأول لازم تبقى نتاك كده الحقيقة أنا بحيي بربط على يدي اللعيبة متابعينكم وان شاء الله جيبونا مداليا في باريس ومش مداليا واحدة أكتر من مداليا بإذن الرحمن تستحقوا ده وده الحقيقة اللي احنا منتظرينه منكم كده أخبارنا تكون خلصت هنطلع لفاصل عشان نستقبل زي ما قلت لحضراتكم في البداية المهندس شامل حريري نائب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة السلة وأيضا رئيس المنطقة الخامسة هنتكلم معنا أمور كتيرة جدا أمور تخص كرة السلة الأفريقية والنشاطات خاصة لمنتخب مصر داخل على الويندو الأولى لتصفيات كأس العالم اللي احنا كلنا نتمنى الوصول لكأس العالم هنتكلم عن نشاطة حاد الأفريقية هنتكلم عن دور مصر هنتكلم هل ممكن يحصل في اليوم من أيام نشوف كأس عالم كبير في مصر خلينا أطلع لفاصل نستقبل ضفتنا ورجع لحضراتكم